حكاية القلم الرصاص زارنا القلم الرصاص في حجرة الدرس جلس بجانبي وخاطبني قائلا اكتب قلت لا اعرف قال ساساعدك ثم كتب على الورقة كساب قرأت الكلمة فقالت لي معلمتي انتبه يا اياد لا نقرأ كساب فجاءت المنحات فمسحت النقطة الثالثة من التاء فاصبحت كتاب قرأتها فصفق التلاميذ ثم كتبتها على اللوح لم يستطع القلم كتابة كلمة من ضده فجاءت المنجرة واخذ التبريه اي اي انك تؤلمينني اصبر لانك ستصبح اقوى وتستطيع ان تكتب احسن ضحك التلاميذ وقالوا اصبر ستصبح اقوى ولما عدت الى المنزل وجدت جدي يكتب حكاية فرويت له قصتي مع القلم الرصاص وقلت انني لم افهم كلاما من جرتي حين قالت ستصبح اقوى قال جدي ان للقلم خصالا كثيرا يجب ان نتعلم منها ونتحلى بها وما هي هذه الخصال يا جدي اما الخصلة الاولى هي انك قادر على ان تقوم باعمال عظيمة بمساعدته واما الخصلة الثانية فهي تعلمك منه التحمل والصبر على الم التعلم فهو حين يشحد يصبر على الالم ولكنه بعد ذلك يصبح اقوى واكثر حدة واما الخصلة الثالثة فهي ان القلم يمنحك فرصة استخدام الممحات لكي تزيل اخطائك وتصححها اما الخصلة الرابعة فان شكله او الخشب الذي صنع منه ليس مهما ولكن المهم هو ما بداخله ولذلك لا تهتم بمظارك كثيرا قبل عقلك ابتسمت وقلت كلامك رائع يا جدي حبذا لو نقتدي بالقلم الرصاص وبصفاته الحميدة لكي نقوم بأعمال صالحة والان نمر الى عناصر الحكاية الشخصيات اياد اياد المعلمة القلم الرصاص الممحة المنجرة التلميذ والجد الزمان لما زارنا القلم الرصاص اي اثناء الدرس لما عدت الى المنزل اي بعد الدرس المكان حجرة الدرس المنزل والاحداث التي مرت في الحكاية هي زيارة القلم الرصاص القصم جلوس القلم الرصاص بجانب اياد تصحيح الممحات لخطأ اياد صبر القلم الرصاص وتحمله للألم عودة اياد الى المنزل اخبار اياد للجد ما حصل معه في حجرة الدرس شرح الجد لإياد معنى كلام المنجرة والمغزى الذي فهمناه من الحكاية هو حب المدرسة والصبر على ألم التعلم شكراً للمشاهدين اشتركوا في القناة شكرا